امريكا يعني لا لا فرنسا طيب بعد ما طمنا الكابتن كريم حسن شحاتة ومن خلف الموكروفون ايوه ومن خلف الاربيز نحب نتكلم في نقطة الكابتن الخطيب وهو يعاني من الالام الشديدة جدا وكان بيزوك وكانش لسه عارف ايه يعني الليلة ماشى ازاي هدار النادي الاهلي بنجاح فائق زي ما حنشوف دلوقتي في كل الاتجاهات وهو يتقلم يعني فكرة ان انت تروج ها الحالة الصحية هو الحمد لله كل الحالة اللي عنده حالة عضلية حالة وحالة يا سيدي عندك واجع في ظهرك بتنزل وتروح الشغل وبتتكلم وبتدير مؤسسة وبتدير صفقات ها لكن الاحاء والالحاح بقى اللي عايدين يتكوا عليه فترة جال الحالة الصحية الحالة الصحية الحالة الصحية طب مين بقى اللي ربنا ماتعه واللي بالصحة فلان ييجي مكانه والخطيب يسنده يا سلام يا سلام هو انتو فاكرين يا جماعة الناس ناسية هو مين اللي بيراوج للكلام ده دي الناس اللي كانت قاعدة بتدير الاعلام في النادي الاهلي هي اللي بتراوج للكلام ده واللي عندهم عشا ميرجاعوا تاني يسيطروا ايوا ايوا فمسألة وبعدين ازاي بقى نشرخ العلاقة اللي بين الرئيس الرئيس والوكيل اللي هو رئيس المكتب التنفيذ اللي هو النهاردة يقوم بمهام الرئيس في غيبته النائب النائب يعني بص بص كلام كريم وانا ما زلت متفق معاك في تأكيد حسن النية لانه في ناس وراه نفقوا البلاليل بس هي الفكرة فيه ده كريم الراجل ما انفردش بس انه الكابتن مش هينزل الانتخابات الكابتن الخطيب مش هينزل الانتخابات لا ده ليست واحدة ولا اثنين بل سلاسة تلاتة انفرادات في واحدة انفرد واحدة وخدت تلاتة هدية ينفرد انه الخطيب مش هينزل الانتخابات ينفرد بالتانية انه المهندس محمود طاهر هينزل الانتخابات ينفرد بالتالتة انه العمر فاروق هينزل الانتخابات انفرد بالربعة انه الخطيب هيدعم محمود طاهر بصوا عشان تعرفوا يا رايحة فين او هدفها ايه بتضرب مجلس ادارة في توقيت مهم تقريبا يكاد ينتصف مدة عمله يعني انتوا متخيلين النادي الاهلي اللي بيستمرار في نظامه الانتخابي لا في التوقيت ده ايوة انت بتتكلم بيستمرار قبل الانتخابات حتى العبارة السابتة في الاهلي تاريخيا الانتخابات وقت الانتخابات لا ده اخواننا بتقول البلالين فرضين الموضوع قبل الهانة بسنتين ونص ده كابت الخطيب لم يعلن انه نازل الانتخابات النادي الاهلي الا قبلها بشهر وانتوا بتقولوا قبلها بسنتين حيعمل ايه حينزل ولا مش حينزل حينزل مع مين وضد مين قبلها بسنتين اعلى يعني حتى لو لو في حد بيتصور هذا او حد بيدعي انه قريب من كابتن محمود الخطيب معرفش هو مين اللي بيقدر يكون قريب من كابتن محمود الخطيب وقريب من كابتن اه كريم شحات يعني لازل يكون الشخص ده قريب من الاتنين دول عشان ينقل من هنا يود هنا كلام منصوخ فيه ناس مهمة جدا 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 في النادي الان طيب انا عايز اقول حاجة ما تريحوا نفسكو وتستنوا سنتين بلاها اللعبة اللي مش حلوة دي مفقوسة اوي وبدر اوي والله العظيم انتم تزيدون التفاف الاعضاء والجمعية العمومية والرأي العام والجماهير حول الكابتن محمود الخطيب وتجدون من دعم النادي الاهل وتجدون من وحدة مجلس الادارة اللي كل ما بتتكلمه بيفتكره النادي عايزة توقع بنا خلي بالك لا ده النادي الاهلي لا 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 ما تعملش فيه الحاجة ده شغل يعني مش عايزة اوصفه شغل ايه يعني ده شغل بلالين واعتقد مفقوسة ومنفوخة على ما فيش